هنا وبحجم قسوة المشهد تهدد جهة مجهولة عائلة المنتسب أحمد العزاوي في منطقة الباوية الواقعة عند اطراف قضاء بعقوبة في ديالة بإخلاء المنزل والرحيل وإلا فمصيرهم الموت لأسباب طائفية بحسب وصفه دقوا عليه بالليال جوني دقوا عليه الباب أبوهم والولد الثلاثة قالوا أنت رجل سني أنت بالمعاوية بهالعبارة أبن معاوية عندك قاعد بنصنع شيء ما توقع هنا وان زيان أداء الشيل وين روح يعني أنا رجل عراقي ناشدت حشيت بالفيس قدمت دعاوي خلف الله عليهم وتجاهدت لمنيه ما قصره بس القضاء ما دعوا يصدر بيهم أمر قبضوا هاي الأولاد كلها عندي أحمد ناشد من خلالي شاشة تغيير رئاسة الوزراء ووزير الداخلية لإنقاذه وعائلته من الموت على أياد هجرتهم قصرا من دارهم في منطقة الباوية وإلا سيكون الانتحار هو وعائلته الحل لا سيما بعد أن وقفت الجهات الأمنية موقفا متفرج كما يقول يعني أنا مهجول بالشارع غراضي تام عليها الغنم بيت مفتوح ما حطلع لي ما عندي وسيلتين بعد وسيلتين لو أن ذبح أنا وحايلتي ودفلون هاي العالم ذبحت ويروح دمي هدر لو أن ذبح من لجي سير لو تواجهني أنت رجعه من نك تواجهني أنت رجعه من نك تواجهني لو أنت حضرتك لو رئيس الوزراء محمد شاهد السوداني أنا بايت بالشارع والله العظيم بايت بالشارع ما بايت بيدي والله بايت بالشارع أنا بايت بالشارع بالقرام بالقرام بايت بالشارع أو عندي مني شهد لحت الدولة شهد أنا بايت بالشارع وين أروح فهموا لي وين أروح يلا جريمة تستدعي إطلاق صافرة الإنذار قبل أن تزهق روح عائلة بريئة حادثة قد تعيد حالة توتري في محافظة خسيرة أرواح أبرياء من جراء السلاح المنفلت منذ سنوات طوال دون حساب أو عقاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر